رأى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايم بن عبدالعزيز ولي العهد نايم برئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفلة تخريج الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني بمقر قوات طوارئ الدفاع المدني الخاصة بمطقة مكة المكرمة وشاهد ولي العهد عرضا لعدد من المهارات والتطبيقات العملية التي تؤكد المستوى المتميز الذي وصلوا إليه من خلال الدورة وعقبه عرضا عسكرية للخريجين وبلغ عدد الملتحقين بالدورة 1712 طالبا حصلوا على المعارف العلمية والعملية من خلال منظومة من برامج التأهيل الفني والعسكري استمرت عاما دراسيا كاملا لمدة 36 أسبوعا هذا وكرم ولي العهد أوائل الخريجين من الدورة وسلمهم جوائز التفوق في مجالات التأهيل الفني وتشغيل وقيادة آليات الدفاع المدني وأعمال الإطفاء والإنقاذ والقيادة والانضباط العسكري فيما تسلم الأمير محمد بن نايف هدية إذكارية بهذه المناسبة وأطلع على نموذج لمراكز الدفاع المدني في المشاعر المقدسة ترجمة نانسي قنقر